يأتي تنظيم هذا المعرض في إطار الأنشطة الموازية للأنشطة البيداغوجية للمدرسة الوطنية العندسة المعمالية ويعرض لصور النقوش الصخرية بالمغرب من إنتاج الباحث غوجي إيمو والذي يغطي جموعة من مواقع في المغرب في التسعينيات وعلى وجه الخصوص مواقع متواجدة في منطقات أوكيمدان ويغور واتيزي تنغيس إلى آخرها هذا المعرض يعرض النقوش الصخرية للأطلس الكبير والتي يرجع تاريخها إلى العصر الحجاري الحديث ما بين 3 ألف و 6 ألف سنة قبل الميلاد والهدف منه هو أولا التعريف بهذا التراث الغني الذي يزخر به المغرب والذي يكيبين العمق للثقافة المغربية والوجود ديالها في المغرب وفي نفس الوقت يهدف إلى تثمين واحد الحقل وهو مشترك ما بين علم الآثار وما بين الهندسة المعمارية في المغرب والاكتشافات الأثرية والأركيولوجية الأخيرة تبين مدى غنى المغرب ومدى عراقة المغرب في حضارته وفي ثقافته إضافة إلى أنه يهدف إلى تحسيس جميع الفاعلين بقيمة هذه التراث وكذلك بضرورة الحفاظ عليه ويهدف إلى جميع الإمكانيات من أجل صيانته لقد أرغبت هذه التعريفة لتعرفة المغرب على التعريف الاركيولوجي ويهدف أيضًا لتعرفة لتعرفة الإمكانية في هذه التعريفة كيف تتعرف أن تتعرفة الإمكانية في الفلسيه ويهدف هذه التعرفة في المصطفوات الولد من الأسلس السادسة عندما تتعرف أن أجل يسمحه الإمكاني لن أحدثًا بإمكانية الكثير من الأزلساتات the 핫ساسية كما سيشاهد باللبيج من الأزلساتات ساعة أنت لا يتحدث أسطل الارض المصارفين وقالطفل الارضية فالفقل يتحدث في الانترمومورفين تحدث عن الانترمومورفين توجد صورة التعامل وضع الانترمومورفين وضع الانترمومورفين نسأل الجميع إذا كانت لماذا يجبب أنهم المسكرون على الهدفين نحن لم نقوم بشكل جيد جدا لأن في المنزلنا نجد جيد جدا لأنهم يريدون أنهم هذه الأسرعية هناك فترة أشياء الاستردامة هذه هي الحضبية الأطرافية من الأولات الأنمية من الجمع بالنظر، بالنظر، الجمع، كمع، والأجل الجزائرين المقصرين يضحني على القلق لأن هذا study أعتقد أنعتبر نخاربا ت Bh tudo bye فكرة الكثير على البيض م karşıesa ما كان الإطلاق للطول ترجمة نانسي قنقر